اشتركوا في القناة 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 يعني هذا تتويج من بعد وحد الجهد كبير بدلناه في فيلم الباروني فيلم الباروني هو وحد فيلم التي تمحور حول سيرة المجاهد سليمان باشر باروني الذي أفنى جليل عمره وحياته دفاعا عن وطنه هذه الجائزة تأتي برمزية كبيرة جدا الجائزة الآن أهديها في رمزيتها إلى كل شهداء الليبيين الذين استرخصوا أرواحهم دفاعا عن وطنهم منذ أن تخلت عليهم الإمبراطوريا العثمانية ومنذ أن تعرضوا للبطش الإيطالي الفاشي الاستعماري فكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن أهدي هذه الجائزة في رمزيتها إليهم وأنا سعيد جدا وأنا هذه الجائزة في شرق البملكة بمدينة وجدة شكرا للجنة التحكيم التي دارت فينا اتقادية لها ونتمنى أن نكون دائما عند حص نظام نهلي أتباك الله عليكم شكرا المهم كما شاهدتم وأزدل السيطار على تنظيم فعاليات المهرجان الدولي للسينما والهجرة في نسخته الحادي عشر تحت الشعار السينما والإعلام كاليوم لدينا ختام المهرجان كما شاهدتم يعني الجنة التحكيم التي يترأسها المخرج المغربي الموقع في فرنسا محمد فكران نتضم كل من محمد الجمني من تونس ماغي من فرنسا توماس قراند من السينيغال وكذلك هشام الحضر من مغربي موقع في بيجيكو وكذلك هشام الكزوت مغربي من مدينة وجدة وكما شاهدتم يعني أعطونا نتائج المسابقتين للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ولا المسابقة الرسمية للأفلام الطاولة كذلك نشكر الجمهور اللي حضر معنا كما قلت يعني سابقا هو أن نفتحنا على واحد مجموعة للفضاءات ومن بالفضاءات ديال هذه المدينة المعهد الموسيقى للرقص بشاهدة يعني المجموعة ديال المشاهدين وديال المتقافين تسمي أنه المهرجان كان ناجح لنا موعيد إن شاء الله في دورة 12 إن شاء الله بحلة جديدة بناس جديدين بسينمائيين بفنانين الرسالة ديالي هو نشكره بعدها جميع الشركاء اللي تقوا فينا وعونونا سواء ماديين سواء معنويين نتمنى إن شاء الله في السنة القادمة نكونوا يعني في أحسن الأحوان إن شاء الله نتمنى والإخوان ديالنا في الغزاء نتمنى لهم يعني السلام والأمن إن شاء الله وكنشكروه يعني كذلك الإعلام سواء الجرائد الإلكترونية أو المكتوبة اللي حضرت معنا بقوة سواء في الافتتاح سواء طولة يعني الأيام يعني للأنشيطة وكذلك في الخزام كنشكرهم شكر خاص إخوان ديالنا والأصدقاء ديالنا من كل المنابر اللي ساهمت معنا وتابعت معنا المهرجان ونتمنى لكم تشوفكم إن شاء الله هو لنا فرصة إن شاء الله قادمة إن شاء الله نتشوفوا إن شاء الله في حلة جديدة اشتركوا في القناة